مرحبا أجددكم اليوم بدرس جديد الانرير انجين واليوم بتدرس بناء على طلب احد المتابعين كتب لي بتعليق على الفيديو اللي شرح اللي فرجيت فيه وكيف عم بعمل دمج على اجزاء متثلف من الجسم طلب مني ان اشرح هذا الشيء بدرس فرح اعمل اليوم هذا الشيء بدرس كتير مبسط ما رح يكون بجرافيكس ولا الرصاص اللي شفته بالفيديو الأصير رح يكون لا يعني بس مركز على هاي الفكرة و اي وقت بنزل شيء على اليوتيوب في فكرة معينة حابب حابب يكون يتعلمها يكتب لي بالتعليقات شو الدرس اللي حابب يعرفو بس ياريت يركز على الدرس يكون فرقته صغيره مش دروس طويلة تأخذ ساعات و رح صوره وحاول ننزلها بنفس اليوم و زي ما شفت انا بلشت نزل فيديوهات الاصيرة هاي او اللي تسمى اليوتيوب شورتس اللي هي فيديو اصير بحجب شاشة التليفون كم ثاني خمساشر ثاني عشرين ثاني و بيطلع على صفحة اليوتيوب هدول انا رح استخدمه لح تطلع بروجرس من الشغل اللي عم بعمله هلأ زي ما شفت انا بنزل بروجرس من لعبة در جيم 2 ولكن هلأ الحكي عن در جيم جزء التاني لسه كير بكير عليه فيه مشريع تاني رح تطلع بالأول عنا سال نايتمير رح تطلع بعد بكرة و عنا فيه مشروع تاني رح يطلع باخر الشهر بعدين رح يحكي لكم شو قصة در جيم 2 نفوت هلأ بالدرس انا هون مجهز عندي مشهد بسيط هذا العدو واقف وهذا اللاعب اللاعب هو عبارة عن فرس بيرس شوتر ما فيه شي هو عبارة عن كراكتر عادي فيه و كاميرا و حضط له هاي الخشبة او الحديدة بتبين كأنه سلاح ما عطي شوية اوامر للمشي و يتحرك الكاميرا ما رح فوت تفاصيلهم الدرس اليوم بس عن كافية الشوتينج بالشكل هال فعند هيك وتحرك البلاير و كل شي وعند الاني مجهز من اطربه طيب اول شي بدي اعلمكم اياه كيف تعمل ارصاص بالشكل الصح الكلجين بالعادة كنا نستخدم البروجيكتايل و شرحتها بدرس من قبل البروجيكتايل مشكلته على الشاشة كتير سريع و على فريم ريت واطع على جهازك ممكن الكلجين ما يصير لانه ما فيه فريم ليحسب فيه الكلجين الاحسن في شي اسمه line tracing انا بطلع ارصاص هو كخدعة بس انو اليوزر شوف فيه ارصاص طلع بس فعليا فيه خط عم يرتسم والخط هذا بيقدر يحسب اول شي ضرب فيه ولانه خط مش متحرك خط ثابت مهما كان فريم ريت واطع رح يقدر يلقى الكلجين طيب هذا الشي كيف نعمل انجين بحركة كتير سهل شئ اسمه line tracing بس نعرف الخط من وين دي طلع وين دي ارتسم احسن طريقة اروح هنا على السلاح التبعي نكون مختاره ضيف جواته خلينا نختار مثلا كيوب وراح ماشي وراح ماشي الاخر لبوز الاسلاح من حي المبدال الرصاص يطلع هذا مهم تكون accurate فيه اهمشي نروح على البوكس وندور على hidden in game هذا بس هو عبارة عن location reference لين انا ال line هدا بضو يطلع طيب بالشكل بعده رح 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 ال event graph انا اريد اعمل شوتيج بس موس كليك هلا لما اكبس اللي فهو يطلع عندي هذا الخطل احسن عنه رح دور رايت كلافر عندي line trace by channel رح اقوله start رح يطلب مني location رح اجيب الكيوب ما عندي لهون رح اقوله get sword location هيك انا جبت الموقع تبعه طيب لين بده يكمل وهي بداية النقطة شو نقطة هي الخط هو لازم يكون لحق الزاولة اللي عم بتطلع فيها ماشي وراها لحد مسافة مثلا range انا بحدد الرصاصة تبعي لقيت بعد دروس طويلة يعني شو كتير من المشاكل عم بتصير فيها لما تلفل كاميرا لكن لقيت طريقة كتير سهلة ممكن تعمل فيها جيب victor add اعمل add victor plus victor طيب اللي فيكتور الثاني راح الكلب نفسه راح اقول له اجيب get forward victor get forward victor get forward victor بقتر على قدام الforward victor اعتقد بكون هو normalize يعني واحد 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 هو عبارة عن اتجاه بس فلازم اعطيه range فرح اقول له multiply بالrange على الفصلة طبعية راح احط مثلا انا هون الrange تبعي 5000 طبعا هاي با تأدير حسب كل اسلاح لماذا نضع range انه اعلى من المسدس المفروض مثلا ووصلهم بالadd طلع هذا هون وضع هو الend location يعني انا جبت ال start location ضفت عليه 5000 باتجاه الزاوية اللي عم بتطلع عليها هذا اللي عملته بعدها خلي كل شيء مثل ما هو بس هون راح 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 على draw the back type راح حطه for duration بس حتى نشوف هلا الخط راح يطلع هلا اذا بروح بلاحظ في خطوط عم تطلع ولما تسطم بشي عم تصير لون اخضر هلا انا عامل ما عاملوا ان شاء الله راح عاملوا بس يكليك واحدة تعمل collision بلاحظ عم تصير في شيء اخضر عندي عم باللقطة collisions بالشكل هايك انا صار عندي line trace هاد طيب انا بدي هلا line trace يضرب بالobject يضرب الانمي ويعرف اي شخص جسمه واللتشالنج لعندي انه انا الانمي او player يعني كل الاشترام الى هذا capsule mesh وهو يعمل collision انا طالما عندي collision object واحد يبقى انا هون عندي مشكلة وهي انه مرح اقدر عمل غير طائق واحد وهيك تلاقي كثير العرب المستقليين خصوصا العرب بتلاقي عنده مفجية اسمه headshot يعني خلص عم ياخد الكلوجين مثل ما هو يمشى عليه طيب شو الطريقة رح روح المش لانا عندي اياهون رح اعمل اول شي عفا رح اعمل انا خصوصا عم ياخد الكلوجين اعمل وسمي collide mesh تمام collide mesh هذا رح فوق double click عليه و رح روح ضيف هون جواته boxcollision الboxcollision رح اعمله دراج على default scene root يصير هو الاساس عندي عندي فيه بس boxcollision حاليا طيب و رح اضيف هون damage رح خليها float variable وعطيه public بحيث ان هقدر اغيره من اي مكان طيب بعده هلأ بدي وزع colliders على الاختبعي هاده اللي هون رح روحه هلو اضيف في شي اسمه child actor اعتقد هم اكتب غلط هنا child actor رح اروح اختار class تبعه collide mesh تمام بلاحظة بالactor template في عندي default في البرموز اللي عرفته رح اقول له هذا الهدشوت مثلا رح اقول له هذا الهدشوت مية طيب رح اروح اقول له parent socket هون طلب هدد شالد من المش فيه نعمله اللي عرفته طيب بعده ضغر حجمه صبت امورك لحتى يصير يعني colliders منطقي هالشكل طيب هلا ما بده انو اضيع بالدلس اعمل بس انا على الراس على الجسم مثلا يعني اعملتو كوليجنس بس لكن انا افرجيكم هلا بالنهاية انا قداش اعمل كوليجنس يعني اوليش بالنهاية هلا فرجيكم باتمان لان احاطه شوفوا كم كوليجنس اعمل فيه كل واحد اقول له ده مجمو مختلف عن الثاني فراح روح هون على الانيمي هاق راح اعمل كمان نفس الشي هنا اعمل رايت يكليك دوبليكيت انا اكعرفت تو كوليجنس وفينا نعمل هذا الحكي لكل اجزاء الجسم تمام انا اذا بضربه هول راح اعمل دمج ادام راح احاط راح احاط مثلا دمج عشرة او خليها عشرين في الشكل تمام حلو لكن فينا مشكلة انو اللايني ترايس راح يرحق كل الابجيكس باللعبة اذا تقوم بتعمل انو كالكليجنس معقدة للموضوع لا ياخد بس الكولايدر مش لا هيك الموضوع يعني مزعج كثير فراح اروح هون راح اروح هون راح ادور على راح ادور على ترايس ستلاققين تراس تشانلس انا امعرف واحدة اسمه كولايدر راح اعرف ان انا اعمل واحدة جديدة قدامكم اسمه كولايد مش ودفولت رسپونس اغنور يعني بالعادي ما حدا الشانلس عبارة عن شوكانك عم تعطي كاتيجر الابجيكس لما يرصدهم في هذا ها مجموعة الابجيكس بدي اعمل مع تفاعل فيزيائي ولا لا هكا انا عرفت مجموعة جديدة سميت كولايدمش حطيت انه الكل ما يتفاعل معه و راح اروح هلق على اللايني ترايس اللي كنت معرفه بالبلاير الكلام لاحظوا في عندي انواع الكلام لماذا لا اظهر على الكلام لانه اعرفت هلا اظهر بسعمل كولايدمش هلا ماذا سيحدث قبل ان يظهر لدي لون اخضر انه صار في عندي ماذا اعمل اللاينز راح اتضل حمرة لا تعمل كولايدمش اي شيء هكذا اللايني يتفاعل مع ترايس لانه ما لدي او ما محطوط على الكولايدمش راح اذهب على الكولايدر طيب نذهب على الكولايدمش نذهب على نقطة custom اهم شيء اقول له block على كولايدمش محطوط على الكولايدر الترايسنغ عم بشتغل بس على هاي كل التانيين معمولا لإغنور كل التاني ترايس بشتغل بس على هاي كل التاني هون هنشوف بس true او false عملتها print انا انو راح يطلع شيء ولا لا true لانه عمل جسم هون false على الرجلين ما في شيء true طيب صار عندي هيك انا شو الكولايدمش صار مزبوط هلا بدل الprint لانها هي كنت عملها راح اعمل شغلي on hit راح اول دراج break hit results هون في عندي كتير معلومات ال hit actor راح اقول له get parent انا عارف ان الكولايدر هو child actor get parent actor تمام شو راح اقول له هون hit actor راح اقول له cast اقول له اسم damage okay get damage قداش الدمج لانحضراته وحضرته بهذا collide ميش get parent actor هون اقول له apply damage هذا الدمج هيك انا صار بعمل كل جين مع كولايدر قداش كولايدر هذا راح يأثر على parent actor اللي هو من الانمي طيب بدلنا ان اكدها شيء اعمل ولا لا راح اروحها للانمي هون في عنا event لهو any damage هذا موجوده بكل الكاركترز تمام رح اعمل شغلة عشان تسهلة لكم موضيع اذا بعمل print screen ما تتير رح يتكون واضحة الخط كتير صغير الunreal engine رح هنروح هون نضيف component وفي عنا component اسمه text render هذا رح يطلع الدمج تمام ان انا دمج رح اقول له بس جيب text render هقول له set text التكست رح اقول له حوله هون التكست بس كل ما يجي دمج رح يكتب قداش الدمج اللي صار play اذا بروح الجسم 20 بروح الهد على الراس 100 20 100 فانا لو اعمل هل سيستم وكل شي وكل هالتفاصيل سهولة صار حسب مكان الجسم بمشي ولانه يعني انا عامل قداش للبونس فكيد ما تحرك الكاكتر رح يمشوا معه طيب انت شفته هلأ هذا المثال البسيط رح فارجيكم المثال الاعقد اللي هو باتمان انا شو عمل فيه بلاوي طيب هلاحظة باتمان فيه كذا شغلة عم بتصير عنده لاحظة لما اعمل هت بيزاي دم عم بطلع افو دم عم بظل مرسوم على الايد هون في عنده كان عم نخمط بمعدن الارضية مثلا هي صحيح من نفس الابجاكت في بطلع فيها الرصاصة والدخان هاد هذا كلها مثلا نفس الابجاكت هاي حتى انا بس رح فارجيكم نظرة عامة كيف وصل لها المرحلة من خلال فكرة الكولايدر مش هاد شو ممكن البصو بلتزل تعمل فيه انا رح فافتح لكم الكولايدر اللي انا عامله شوفوا الكولايدر اول شي هو بوكسنس الشابس شو عند فيه انا عامل بارتيكل تامبلت اللي هو الافكس بطلع دم شرار دخان اي شيء معضية كبر الببليك ديكال ماتيريار ديكال هي شيء اللي يرتسم فتحة رصاصة بعد ما تضرب بكونكريت او شيء زي هيك ديكال سكيل اديه حجم الرسم هاي بالتأدير انا بعد جربها قداش ديكال لايف قداش هاي الرسمة تفحت لرصاصة او رسمة الدم حضا الموجودة قداش الرصاصة بتعمل دمج امباكت فوليوم لحظة في صوت انا كان صوت المعدن غير صوت لما اضرب بالجسم رح فالسمعكم اياه مرة تانية شوف لما اضرب بالجسم في صوت كأنه شيء عم بضرب بدم هون شيء عم بخبطة بحديد و امباكت فوليوم امباكت فوليوم مستوى الصوت هذا اللي انا عملين بباريوب طيب شو نعمل بباتمان لاحظوا موزع اوبجيكتس هاي القطعة من فوق بباتمان انا مفترض انه هون لابس درع فاذا بروح نعطيها متل الفيديكستام يعطي شرار بارتيكستام ديكال مائلها سكيل السوند امباكت متل الفيس هون اللي هو الجزء التحتاني لا هذا مكشوف فأعطيته البارتيكال تكون بلد الديكال تبعه بلد ماتيريال والسوند امباكت بدي كيف انا بطلع البارتيكال والديكال بالمكان اللي قدروا في الارصاصة عندما اروح انا هون على جوكر اللي انا لانا شو شو عم بعمل عم بجيب الهت رزلتس كاستو كولايدر عم بعمل شغلة واحدة في عندي الهت لوكيشن هو جزء من الريزلتس وين النقطة اللي صار فيها الكلجين بين الكولايدر تبعي وبين الخط اللي انا رسمته وعملت هت افن جو الكولايدر ويأخذ الطيب ليس محتاجين وهذا وصع انا ميز بين دميج الرصاص وهذا ليس شيء ثاني اللوكيشن هذا هم شي عندي هلا بباتمان اذا اروح على على الكولايدر اذا اروح على الهت ماذا لدينا فيه اللوكيشن هذا كثير يستفيد منه يقول له فانا لما يكون عندي جسم كونكريت او حتى يعني هون عباتمان لانه البارتكيل كبير كبير لا اصلاح ضبين الشرار يطلع في المكان يضرب فيه الرصاصة يعني لماذا الشرار وانا اضرب هون مطلع تحت مثلا نفس الشيء بالكونكريت محل ما تضرب الرصاصة لانا انا بقول له هذا اللوكيشن تبعك اللوكيشن تبع الكلجين هو يطلع فيه البارتكيل ونفس اللوكيشن اللوكيشن عم باستخدمه حتى طلع فيه الديكال اللي هي رسمة سحية الرصاصة او رسمة بوقتها الخفيفة اللي بتضل عم بعطيها وكل شيء عم بطيها راندم روتاشن والـ play sound لساند اللي سأخدمه 3D sound play sound at location شو الفرق بين play sound 2D play sound 2D يعني لو ان ببعيدة عنك رح تسمع الصوت 2D هو كما هو بلزقك play sound at location أنا الصوت عم بعطي depth بعد ان مش محترف قصة الصوت لـ 3D و play sound at location انه كيف تجعله إذا يبعدوا عنه خلي بطل اسمه بس أنا عرفة موجودة بـ Unreal Engine وبتذكر عملتها بيطر جيم بالهولوكوبتر وننسيت كيف سأرجع شوفها مرة ثانية فأنا الـ location عم بستخد من حتى طلع أي شيء بدير تسم بهذا الشكل فهيك أنا هذا صار عندي damage system أو hitting system هو مثل أي لعبة triple A بتشوفوها فينا كل body part فينا عمل فيها دمج مختلف فيها تطلع part فيها ترسم مختلف صوت مختلف ما أظل في باعدة مش تستم يعني بتطور أكثر من هيك وزي ما حكيت لأنه الموضوع مرتبط بالبونس فلاحظه يعني هو بتحرك معه فكيم تحرك الكاركتر عم بتلاحظ هذا هو درسنا لليوم تسكر الشباك لحاله وقصد ضوع علي فجأة بس قلت هذا درسنا اليوم عارف أنه خلص الدرس هذا درسنا لليوم يعني أتمنى تكون استفدتم منه وزي ما حكيت أي فكرة رح نزل على Unreal Engine كتبوا لي بالتعليقات وإذا في الدرس يضعون نزلوا عن الفكرة هاي ورح أعملكم الدرس وحاولوا أن نزله بأسرع وقت ممكن فلا أبداعكم ونراكم بالحلقة الجاية